اهلا بكم الى نشرة اخبارية جديدة من قناتك المغرب يحصل على وضع الشريك من اجرى ديمقراطية المحلية في مجلس اوروبا دوليا رفض جديد للنواب البريطانيين لمقترحات بديلة لبريكتت وتحضير اوروبي من الانتحاب بدون اتفاق اما في الرياضة فريق ارسنال يتمكن من الصعود للمركز الثالث بفوزي على ضيفه ليوكاسل يونيتد الى التفاصيل اهلا بكم الى التفاصيل قرر مؤتمر سلطات المحلية والجهوية لمجلس اوروبا المنعقدة اليوم الثلاثة في جلسة علنية بستراسبورغ منح المغرب وضع الشريك من اجر ديمقراطية المحلية وتمت المصدق على هذا القرار باغلبية صاحقة بمئة واربعين صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت خلال دورة اساليسة وثلاثين المؤتمر السنوي الذي ينعقد حول الموضوع سنوي عمدى من نجل حفاظ على الديمقراطية بحضور وفد مغربي من مستوى عال يضم منتخبين محليين وشهويين وكذا ممثلين عن المديرية العامة للشماعة المحلية تابعة لوزارتي الداخلية والقنصلية العامة للمغرب بستراسبورغ الى خبر اخر و الى رباط حيث نظمت مؤسسة غصن زيتون برباط فعالية الملتقى الثقافي الذي دأبت على تنظيمه كل سنة حيث اخترت هذا العام شعار عالم بلاد رمز العزة والكرم الزميل سالم ابو غارح تابعة ختام الملتقى وعضلنا الروبورتاج تالي انا سعيد بتوجدي هذا اليوم المبارك ومجموعة في هذه المؤسسة المحترمة بدعوة من مؤسسها ومن الزميل سي دريسي الى قبلت باش نأخذ الكلمة وليلا غنصرت شي حاجة انا غير لي لوحد المعنى واحد يتيلا غنتكلم على اشنو درست ماشي باش نفتخر انا اللي عطلع طاه ولكن باش نحفزكم باش نحفزكم باش تعطيو يعني واحد مجهود كبير على هامش اشغالي دورة سلسة لمهرجان الزربية بتزناخت باقليم ورززات بجهة درعة تفلالت استفد عدد من مسيري ومسيرات تعاونيات الحرفية المختصة في نسج الزرابي من دورة تكوينية لتدبير الاداري والقانوني لتعاونياتهم مرسل كاب فانتكاتخ تافي سعيد ابدرار تابع الموضوع دلنا الروبورتاج التالي إذا الورشات التكوينية في موضوع تدبيرات الرفع من القدرات التدبيرية للجمعيات يأتي في واحد السياق اللي جد مهم هو كون جميع التقارير لرفعتها لمؤسسات ديال الافتحاص شرط الواحد المسألة مهمة هو كون ان الجمعيات حقات واحدة الطفرة اللي كتمثل في الانتشار الواسع ديالها داخل الملاكة المغربية إلا أنها كتعاني من وجوعة موحدة المثبتات اللي كتعيق العمل ديالها اللي كتمثل في القصور ديالها في المجال ديال التدبير الإداري لمؤسسات ديالها الجمعوية عندنا مشكل ديال المون خريطات أنهم ممكونينش من ناحية معافيش أصلا أشنا هي الجمعية أشنا هي التعاونية باش عادي عارفوشنا واتسير الإداري ديالها والمالي ديالها والحمد لله اليوم جينا حضرنا لهذا مهرجا ديال الزرمية الموزقتية والليوم كينا واحد ندوى على تسير الإداري ديالتعاونيات نقدروا إن شاء الله أنا نستفدوا بزاف من هاد تكوين هذا ونقدروا نسيروا التعاونيات ديالنا بشكل مطلوب أو لجمعية ديالنا بشكل مطلوب مشاهدين نفتح الآن الملف الدولي قرر الرئيس الشزائري عبد العزيزة بوتفليقة تقدم استقالته قبل 28 من أبريل تاريخ انتهاء ولايته وذلك بعد أسبوع من ضغط الشرع الذي طالب بتنحيه حسب ما أعلن عنه بيان صادر عن رئاسة أمس الأثنين ولم يشر البيان إلى تاريخ محدد للاستقالة كما لم يتضمن أي توضيح بخصوص القرارات الهامة التي ستتخذ حسب ما جاء في أعلن الاستقالة وتهدف هذه القرارات إلى ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبار من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته بحسب الاعلنة وضحنا أن استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عودته الانتخابية في يوم الأحد الثامن والعشرين من أبريل الجارية دوليا دائما صوت النواب البريطانيون مساء أمس الأثنين ضد أربعة بدائل محتملة لبريكسيت بعدما كانوا قد رفضوا أيضا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي ولم تحصل البدائل المقترحة بقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت أو بإجراء استفتاء ثاني أو بوقف بريكسيت تفاديا لخروج من دون اتفاق على غالبية من الأصوات في البرلمان وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد 12 أبريل الجري موعدا نهائيا لإقرار الاتفاق المبرم مع رئيسة الوزراء أو إجراد بديل عنه أو الخروج من الاتحاد دون اتفاق كما دعت بريكسي للعقد قمة طارئة في العاشر من أبريل المقبل من الأخبار الدولية إلى الأخبار الرياضية تفوق فريق الودادة البضوية على ضيفه الشباب الريف الحسيمي بستة أهداف مقابل أهداف واحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الاثنين على أرضية ملعب الأبجيكو بالدار البيضاء برسم منافسة الدولة الثالثة والعشرين من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم وسجل سوداسية الفريق الأحمر كل من محمد النهري في دقيقة ثامنة من ضربة جزاء ونجري بابا توندي في دقيقة ثلثة والخمسون ومحمد أناجم في دقيقة تاسعة والأربعون ووليد الكارتي في دقيقة الخمسة والستون وزهير المترجي في دقيقة تاسعة وثمانين فيما سجل الهدف الوحيد لشباب الحسيمة الإسباني مارتين بنجوا في دقيقة الحديثة وثمانين ومع أخبار ساحرة المستديرة دائما تقدم فريق أرسنال للمركز الثالث بجدول ترتيب دورية الإنجليزية الممتاز لكلة القدم بفضل الفوز على ضيفه يوكاسل يونايتد بهدفين مقابل صفر أمثل اثنين في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة وتقدم لويزي أرون رمسي بهدف لأرسنال في دقيقة ثلاثين ثم أضف الفرنسي أليكسندر لكازيت الهدف الثاني لأرسنال في دقيقة ثلاثة وتمانين وارتفع رسيد أرسنال إلى ثلاثة وستين نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث المؤهل لدورية بطال أوروبا في الموسم المقبل أتوقف رسيد يوكاسل عند خمسة وثلاثين نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر مشاهدين بهذا القدر نصل وياكم إلى ختم موعدنا الإخباري هذا ونشكر لكم طيبا لصغير المتابعة نذكركم أخبرنا هذا هو غيرها تاجرونها دائما على موقعنا الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر